بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين لقاء جديد من برنامجك وفاتشه الكتب ونكمل كلامنا مع سلسلة معين النظير ما زلنا في حياة أبونا يعقوب وشفنا أنه زواجه من أكتر من امرأة تسبب في مشاكل كتيرة ندخل على مرحلة حساسة شوية لما حصل مشكلة بينه وبين خاله لبان وخاله ده هو نفسه حماه وبالتالي هنا نتكلم دقايق عن جواز الأرايب جواز الأرايب عموما فيه ميزات وفيه عيوب من الميزات أنه غالبا بتبقى الثقافة متقربة وفيه تقارب في ظروف الماديات والتنشئة والتربية اللي بتبقى حساسة أوي بحكم الأرابة كمان وأنه إذا كان فيه طبع سيء ممكن يتفاقم ويتزايد بالتوارث يعني حتى تصل إلى بعض العيوب الخلقية أو الأمراض بسبب زواج الأرايب سيء ده مش في القصة هنا لكن عموما كونه خاله هو ما دي بتعمله حساسية أكتر ماقدرش يبعد عنه في نفس الوقت بيصعب عليه قوي لما يظلمه في الشغل برضو هنا رسالة أخرى في رأيي يفضل أن الواحد ما يشتغلش في بيزنس أو في شغل يمت بالصلة لأقرب الناس ليه إن ما كانش فيه تفاهم كافي أو إن ما كانش فيه روحانية حقيقية هنا يعقوب مع لبان لبان طمع لبان بتاع الدنيا لبان ما عندوش مبادئ روحية فلازم هيقعوا مع بعض لو لبان لوحده ويعقوب لوحده يمكن كانوا فضلوا حبايب فأنصحوا يا حبائي بلاش تدخلوا في شراكة أو شركة شغل مع أقارب بالذات لو طرف منهم غير متدين أو غير روحاني لازم الشيطان هيلعب بالعلاقة دي ولازم هيجي وقت تقعوا في بعض ويعني إذا كان إبراهيم ولوط والاتنين كانوا يعني على درجة عالية من الروحانية اتعكر الجو بينهم بالأولى بقى لو طرف دي لبان هيكون الفلوس هي الأساس بالنسبة له هيخسر أقرب الناس ليه عموما الشركة دي في الأمور المادية عادة مش بتنجح أوي إلا مع ناس مثالية جدا عندها استعداد للخسارة والتنازل حرصا على سلامة العلاقات لكن الشيطان دايما شاطر في الحتة دي حصل طبعا أنه المتوقع لما يعقوب اغتنى خالو لبان ابتدى يغير وولاد خالو اللي هما يعني نسايبوا يعتبروا كمان بصوا له أنه انت خدت من صاروت ابونا والحقيقة ضاعف صاروت ابوهم يعقوب لكن هما ما بصوش للفضل اللي عمل يعقوب بصوا للتنافس والغيرة وأن يعقوب دا كان جاي لهم ما حلتوش حاجة دلوقتي عنده كل حاجة وأنا عاوز برضا أقول لكم حاجة مهمة النظرة لأي موضوع لازم تبقى نظرة معتدلة حكيمة لبان وأولاده شايفين يعقوب اغتنى على حسهم يعقوب باصس أن لبان كل الخير اللي عنده ده بسبب تعبه بصوا الاتنين معهم حتة حق يعقوب فعلا جاي فقير واشتغل عند لبان عشرين سنة واكتر وعمل صاروته من الشغل مع لبان وبالاتفاق إنما دا يعقوب شايفينه تعب لبان وأولاده شايفين مش شايفين الخير اللي جالهم بسبب يعقوب شايفين أن يعقوب دا تعمل على قديم هما للأسف هنا النظرة الأنانية كل واحد بيبص من مصلحته من منظوره الخاص النظرة المسيحية تنسب الفضل للآخر قبل ما فكر في نفسي فكر فيك انت كان المفروض أن يعقوب يقول أنا لولا خالي ما كانش يبقى عندي الخير ده وكان مفروض لبان يقول لولا جوز بنتي ما كنتش يبقى عندي الخير ده كله برضو إنما للأسف كل واحد بيعتبر نفسه أنا سبب الخير وانت كسبت على حسي وانت مستغل كل واحد شايف التاني مستغل لكن قد يكون طبعا لبان أكثر استغلالا في الموقف لأنه نسي كل تعب يعقوب ومصر على أنه يعقوب ده خط حق أولاده لما يعقوب اكتشف أن الموضوع بيتفاقم وصل إلى قرار حكيم المراتاته احنا لازم نمشي وهنا طبعا القرار ده حساس جدا ليه لأنه زوجاته هم ولاد لبان ولو استأذن احتمال لبان يرفض المبدأ ولو رفض المبدأ بقت خنائه هيبقى مين اللي هيمشي كلامه الرجل الكبير جد العيال ولا أبو العيال يعقوب فبقت أزمة وده تفاقم الأزمات لما ما يكونش في ربنا روحانية ومبادئ من الأول نتوقع كل شيء فلقى إلى حيلة وهو ما زال يعني يعقوب يتآمر بطبعه قال المراتاته احنا نمشي ومش هنقول لابوكم لأنه لو قلنا له مش هيقبل زوجاته قالوا الآتي أجابت رحيل وليئة وقالت له ألنا أيضا نصيب وميراث في بيت أبينا ألم نحسب منه أجنبيتين لأنه باعنا وقد أكل أيضا ثماننا إن كل الغنى الذي سلبه الله من أبينا هو لنا ولأولادنا فالآن كل ما قال لك الله افعل لأنه كان ربنا قال لي يعقوب ابعد بقى كفايا هنا يعقوب عمل حركة تحسب لي إنه مخدس قرار إلا رجوعا إلى زوجته قرار كبير في بعض الرجالة بنوع من الكبرياء الرجولي يعني يعتقدوا إنه امراته ما تشاركوش في قرار كبير أنا اللي أقول وإنت تمشي وراي لا ده قرار هجرة قرار مستقبل لازم رأتك تكون مشاركاك القرار ده قرار ترك وتغيير مصار من حقها تشترك معاك في القرار مش هي اللي هتربي العيال مش هي شريكة حياتك في كل حاجة فهنا نلاحظ إن يعقوب ما أكبر همس طرح عليهم الأمر طبعا عنده مشكلة أخرى إنه هم أكتر من زوج لكن إحنا بصدد فكرة إنه الاتفاق الزيجي على كل قرار كبير لأنه لو واحد انفرض بالقرار البيت يتعصر على طول الحاجة التانية هم البنات وفقوا على قولة نسيب لأنه هم صعبان عليهم من أبوهم هم شايفين إن الأب مستغل وشايفين إنه هو زي اللي باعهم لأنه هو اللي خد أجر التعب يعقوب في مقابل جواز البنات فالشاب كما راح يتصل للعروسة هنا راح يتلقوا للعروسة فطبعا ده إحساس وحش ونصيحة لكم يا أباء وأمهات أرجوكم زي ما قال القديس بولس ادوا ما تاخدوش من عيالكم لأنه يقول القديس بولس ينبغي أن الأباء يزخرون للأولاد وليس الأولاد للأباء يعني يوضل الكبير يدي ما يستناش ياخد إنما أول ما يبتدي ياخد من عياله الولد أو البنت يشعر أن أبوه بيستغله وده الشعور وحش جدا هو للأسف ممكن ينسى التعب اللي تعبه معه قبل كده يفضل دايما أن الكبير يعطي ولا ينتظر أن يأخذ زي ربنا بيدينا ومش مستني مننا حاجة فهنا البنات للأسف شايفين أن أبوه مستغل وأن كل الخير اللي عند أبوهم ده تعب الزوج يعقوب وده تمنهم هم كزوجات وبالتالي النظرة كانت مش حلوة فبيقول باعنا وأكل أيضا ثماننا طبعا للأسف لغاية الوقت في بلادنا في بعض العلاقات بتبقى كده يعني بتبقى صفقات أكتر منها زواج ويبقى في طرف كذبان من الصفقة دي ويبقى صاحب الشأن بقى إن كان زوج أو زوجة صعبان عليه جدا من عائلته لأنهما استفادوا من جوازه وده شعور مر ممكن يعطل سلام العيلة طول العمر فقام يعقوب وحمل أولاده ونساءه على الجمال وساق كل مواشيء وابتدى يهرب وحصل الآتي يقول صرقت رحيل أصنام أبيها طبعا الحركة دي تدل على حاجة مهمة حصلت في العشرين سنة أن يعقوب معلمش رحيل وهي أقرب الناس لي عبادة الله وبقت رحيل بتتفائل بصنم أبوها ونسي خالص معي طلا وحضور الله وده يدل على فشل يعقوب في الحياة الروحية إذا كنت أنت كراجل معلمتش مراتك إنها تخاف ربنا وإن حضور ربنا هو صمام الأمان منتظر إيه من العيال هي دي الأم اللي بتربي فهنا كنها تسرق صنم أبيها كأنه ده يعني اللي هيحرصهم في السكة الحقيقة ده يدل على انحضار روحي شديد في بيت يعقوب اللي كان المفروض يبقى قديس زي أبو جده وخدع يعقوب قلب لابان الآرامي إذ لم يخبره بأنه هارب فهربا وكل ما كان له طبعا عدم المواجهة أو المصارحة ما يحلش المشاكل برضو دي يعني رسالة أخرى تخص الزواج لما يبقى في مشكلة ما نعطس نغمض عينينا أو نتهرب المواجهة هي أفضل طريقة للحل مهما كانت عواقبها المواجهة الهدية الحكيمة إنما يعقوب قرر ألا يواجه خاله أو حماه وياخد البنات ويجري تمه لازم هيعرف فعلا على ثالث يوم الراجل كان مجغول بحفلة جز الغنم وكده وبعدين اكتشف أنه في مصيبة أنه يعقوب خد الحاجة وطفش هو ما خدس غير حاجته وممتلكاته وخيراته لكن منها زوجاته وأولاده اللي هم بنات لابان وأحفاته طبعا لابان شاط وضغز جدا وولاده الرجالة بنفس الروح وقرروا الانتقام وبدأت مسيرة من القفلة دي عاوزة تلحق يعقوب عشان تنتقم منه بشغل أن يعقوب في الحياة ما يعتبرش عمل حاجة وحس هو كل اللي فكر فيه خد قرار أنه يبعته يحصل بقى تدخل إلهي هنا أن ربنا يظهر للابان نفسه يقول له إياك تتقرب من يعقوب يا ربنا يهدد لابان لابان الأرامي اللي مالوش في ربنا ده يظهر له ملاك العهد ربنا يسوع غالبا ويحذره من أنه يمدي يده على يعقوب فطبعا لابان يخاف جدا لأن يعقوب كان يحكي عن ربنا سمكانش حد بيأخذ على كلامه فطلع ده إله حي إله حقيقي بيدافع عن ولاده فلابان عقوب قال ما وصل ليعقوب وبخه بشدة ولامه لكن طبعا ما أزهوش ولا أزه حد وقال له إيه اللي انت عملت ده نشوف الحوار مش إزاي قال لابان يعقوب ماذا فعلت وقد خدعت قلبي وصقت بناتي كسابايا السيف لماذا هربت خفية وخدعتني ولم تخبرني حتى أشيعك بالفرح والأغاني بالدف والعود برضو أنا تركيزي مش في شرح النص بقدر ربطه بفكرة الجواز معين النظير والمشاكل الزوجي أحيانا أبو البنت يدخل في مشكلة بغش يعني يبقى راجل ومراته أين كان سوء التفاهم اللي بينه يدخل أبو الزوجة وكأنه بقى إيه يعني إزاي وإزاي تقول كلمة زيادة لبنتي دي مش بنتك دي مراته انت نسيت ولا إيه هي كانت بنتك دلوقتي هي مراته وتدخلك يبوز الدنيا فهنا بيتدخل يقول له سقط بناتي كسابايا السيف مين قالك لهي هما متفقين معاه وردين بالوضع يبقى هنا لابان داخل بغشم متصور أن يعقوب شادد الستات دول من شعرهم ومشيهم على مزاجه والحال الصورة مش كده خالصة فأرجوكم يا أهالي لما تسمعوا عن سوء تفاهم خليكوا محايدين وخليكوا عقلاء خليكوا ودعاء سيبوا الكنيسة هي اللي تحسم الموقف أو سيبوا الزوجين يحلوا مشاكلهم بنفسهم ولو هتضطروا تدخلوا في أي مرحلة دايما اسمعوا كل الأطراف يوزنوا المسائل صح ما تتحيزوش لطرفكم لابان قال يعني هو اللي حاسس أن بناته مظلومة أنت كنت فين أنت أول واحد ظلمت بناتك أنت نفسك البنات تعبانين منك دلوقتي جاي تدخل أنت بتخرب مش بتدخل طبعا هو بيقول كده كأنه هيخد البنات ويرجع ويعقوب يخبط رأسه في الحيط وده تصرف غشيم جدا بيعملوا رجالة كتير للأسف أنه لما يلاقي سوء تفاهم يأخد بنته يقول لها ملكيش عيش مع الراجل ده أنت كده وقفت ضد ربنا لأنه ما جمعوا الله لا يفرقوا إنسان أنت بقيت الإنسان اللي ضد ربنا لو تصرفت هذا التصرف الأحمق لا ما تستعجلش وتسحب بنتك وتقوي وتعملها قصة كبيرة استنى لما نشوف الموضوع تطلع المشكلة أنت مش المشكلة في العيال مثلا أحيانا تبقى كده مش دايما لكن هي طلعت المشكلة مش بين يعقوب ومراته بين لابان ويعقوب ومشكلة بيزنس ومشكلة فلوس ومشكلة أخد حقه لماذا هربت خفية وخدعتني ولم تخبرني حتى أشيعك بالفرح والأغاني بالدف والعود برضو طبعا كلكم فاهمين إن ده كلام ليه؟ لابان لا كان هيعمله حفلة ولا كان هيزفه لابان كان هيفكر في الفلوس على الأطول كعدت وبالتالي في نوع من اللقم والخداع وأسوأ شخص تتعامل معاه هو اللي تلاقيه كده مش مستقيم وبيقول كلام غير طبعه خالص لا هو كريم في طبعه ولا هيشيعهم بالأفراح فالمرة دي يعقوب ما دهش يسكت ورد عليه وبعدين يقول له لم تدعني أقبل بنيا وبناتي برضو قال يعني كان هيهاود ويوافق دلولة ربنا اللي ظهر له وخوفه الآن بغباوة فعلت في قدرة يدي أن أصنع بكم شرا ولكن إله أبيكم كلمني البارحة احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر والآن أنت ذهبت لأنك اشتقت إلى بيت أبيك كويس أنه فهمها كده ولكن لماذا صرقت آلهتي أجاب يعقوب وقال للأبان إني خفت لأني قلت لعلك تختصب ابنتيك مني يعقوب مع حق ومش مع حق مع حق لأن الأبان ممكن يعمل أي حاجة ملوش حق لأن فين ربنا يعقوب وهي الحكاة مش كلها في إيد ربنا من الأول والآخر في نفس الوقت واجه ما كنتش تجري زي العيال كده واجه وله دول مراتاتي وولادي وده حق وقعد خلص الموضوع لكن أنت لما هربت حصل يما هو جري وراك وجابك وبقت الموقف أسوأ من لو كنت وجهته الذي تجد آلهتك معه لا يعيش ده خلنا بقى في مشكلة تاني حكاية الصنم التايه ده طبعا يمكن أنتوا عارفين أنه يعقوب ما كانش عارف أن رحيل سرقت وبالتالي يعقوب يتكلم بمنتهى الجرأة اللي معاه الصنم نعمل فيه ونساوش وهو متأكد قال يعني أن ما فيش حد ممكن يتجاثر ويأخذ صنم رحيل بخبص بردو قعدت على الجمل مرديتش تنزل وقالت له أنا عندي ظروف ستات كده وإيه مش هقدر أنزل منع الجمل وهي مخبية الصنم تحت المقعد بتاع الجمل وطبعا هما إيه ده فتشوا في الخيام وفي كل الجمل وبتاع ملقوش الصنم فيعقوب بقى خراب له الدنيا قال له أنت بتتهمني بالسرقة بعد كل اللي عملته معك أنت بعد ما عزبتني عشرين سنة جيد الوقت تدور على الصنم بتاعك كمان ومسكت لهش خالص اغتاز يعقوب وخاص ملبان وأجاب يعقوب وقال ما جرمي ما خطيتي حتى حميت ورائي إنك جسست جميع أساسي ماذا وجدت من جميع أساس بيتك ضعه هنا قدام إخوتي وإخوتك فلينصفه بيننا الأسنين عشرين سنة أنا معك نعاجك وعنازك لم تسقط كباش غنمك لم أكل فريسة لم أحضر إليك أنا كنت أخسرها من يدي كنت تطلبها وابتدى يعقوب يدافع عن موقفه ويثبت أنه كان أمين وأن لبان كان ظالم المهم أنه في آخر الحوار أجاب لبان وقال ليعقوب البنات بناتي والبنون بنية والغنم غنمي برضو راكب دماغه وكأنه مش شايف غير وجهة نظره بس يا عم العيال دي عياله هو أنت جدهم صحيح بس دابوهم والغنم غنمك لأ الغنم الأولانية كانت غنمك كان القطيع قد كده على دين يا عقوب قد كده وصارت يا عقوب اللي عملها عملها بتعبه ما تقعد تقول ده حكتك أنت إنما في ناس مهما تتفاهم معاهم تقعد ساعة تتكلم وفي الآخر تقول نفس اللي قاله في الأول طب ده بيسمع ولا ما بيسمعش ما بيسمعش ففي ناس فعلا مع طول الحوار تتأكد إنه الأفضل كل واحد يروح لحاله ونحب بعض من بعيد ونسأل البعض لكن واضح إن في طرف بيقول ما بيسمعش وبردو لباني يقوله كل ما أنت طرى فهو لي مازال بيقول كذا بناتي ماذا أصنع بهن اليوم وبأولادهن الذين ولدنا قال له خلاص نقطع عهد ويكون شاهد بيني وبينك واتفقوا على فصل قوات وحطوا كده علامة ممنوع حد يعدي النحية دي والتاني ما يعديش النحية دي وقال له ايخ اللي بقى لك من عيالي ولبان ودع البنات والعيال ورجع وعدت الموقف بسلام هنا خلينا أقول كام نصيحة كده في حل المشاكل الزوجية لما يحصل مشكلة هنا ما كانتش مشكلة زوجية لكن هي ظاهرها مشكلة بين راجل وحما بسبب البزنس هما جابوها كأنه هو المؤذي للبنات اللي هما يعني الزوجة كطرف مشترك لكن في الآخر هي مشكلة في أي مشكلة أول حل تصلي كويس الصلاة تعمل هي تديك حكمة وتديك هدوء وانت بتتفاهم وتتناقش من غير صلاة هتتحمق وهتنفعل وهتغضب وهتغلط وهتتععد المشكلة أكتر إنما لما تصلي كويس هتلاقي فيه تروي فيه حكمة فيه هدوء كلام بيطلع منك موزون محسوب نكسب ما نخسرش الحاجة التانية في حال المشاكل دايما نشخص صح يعني إيه فيه تطرف دايما في العرض كل طرف بيعرض من وجهة نظره بتطرف مش محايد كل واحد سايف إنه مظلوم قوي خلينا نسمع كل الأطراف لغاية ما نوصل إلى تشخيص حقيقي مين غلط في إيه مش بالضرورة يكون في طرف واحد غلطان ممكن أكتر من طرف غلطان بس نحدد مين اللي غلط وحجم الخطأ عشان نعرف نتفاه لكن فلان وحش وهو سبب كل المشاكل الكلام ده مش مظبوط لا لبان بريء ولا يعقوب بريء ولا حتى البانات دول أبرياء بدليل أن رحيل سرقت بتبوها إذن كل الأطراف يشوبها شيء من الخطأ في حال أي مشكلة خلينا نسعوا قلاء حكماء نشخص صح ونحط الأمور في حجمها كمان في حال المشكلة يفضل طرف محايد تماما ما يكونش طرف في المشكلة ذاته يعني يعقوب ما ينفعش هو اللي يكون بيحل لأنه طرف في المشكلة صحيح يخلصت بدون تدخل خارجي لأن يعقوب برضو كان بيصلي ابتدى يصلي في الوقت ده وربنا أصد ينجيه ويبعده عن لبان لكن عموما دخول كاهن أو حتى شخص عائل حكيم كطرف محايد مهم ليه؟ عشان يبقى الكل بيسمع له والكل بيحتكم إليه وإلا كل واحد هيفضل بيعيد ويزيد في القضية بتاعته وشايف نفسه على حق فحل المشاكل كمان لازم نراجع القوانين الإلهية يعني إيه؟ يعني هي الزوجة أقرب لجوزها ولا أقرب لأبوها؟ لأ نظام ربنا الزوجة ملكه جوزها مش ملكة أبوها والزوج أقرب لمراته من أهله ده حق ربنا يترك ويلتصق بمراته فالشريعة الإلهية النظام الإلهي كده يبقى كلمة جوزك قبل كلمة أبوك وكلمة مراتك أغلى عندك من رأي أهلك مهما كانت رجلتك دي من الرجول أنك تبقى فاهم كده لما تبقى المعايب دي واضحة نعرف نقرر نعمل إيه؟ لكن للأسف الشريعة دي أو فكرة ربنا مش واضحة عند كل الناس فتلاقي بنت تتأثر أهلها يقولولها إيه ما تمرش فيك قلبها يوجعها تسيب جوزها إرضاء لأهلها طب وربنا فين؟ من قالك أن الطريقة دي ترضي ربنا؟ ربنا عاوزك تحتملي وتعيشي مع جوزك وأهلك يسكتوا وأهلك يضغازوا منك ويزعلوا منك وليكن لكن تفضل أنت بنت ربنا وتفضل يمحافظ على بيتك يبقى ده نظام ربنا لكن هنمشي إرضاءا للناس والمجتمع والإنفعالات ده بوز الدين بوز دي نقطة مهمة في حل المشاكل طالما الواحد منفعل ما ياخدش قرار فيه غضب فيه نرفزة فيه اندفاع فارمل نفسك وأجل الكلام أجل المناقش خد جولة تاني وتالت ورابع لكن في نفس الأعداء اللي هتحتد فيها هيطلع قرار تندم عليه العمر كل فأي انفعلات ما ينفعش يتاخد فيها قرارات أبدا هنا لبان كان ناوي باندفاع ينتقم يمكن كان هيقتل جوز بنته تابوه أنت كنت استفدت إيه لو عملت كده وهي بنتك كده هتسمحك لو عملت كده إيه الشطارة أنك تعمل كده إنما ربنا عارف يفرمله ويفوقه فإحنا ربنا بيفرملنا كتير في اندفاعاتنا عشان ما نفتريش وما نظلمش وما نغلطش غلطة تبقى زي غلطة العمر تكلفنا كتير قوي يبقى الواحد هو مندفع يتروى ويهدى ويصلي ويحسب ويفكر ويرجع تاني يتناقش موضوع آخر كمان في حل المشاكل الأولاد هنا فين لأنه للأسف لما بتبقى مشاكل زوجية أو مشاكل عيلتين مثلا شاب ومع حماه سعاد بننسى خالص أنه العيل دي هتروح في الرجلين العيال دي عشان تتربى صح عاوزة تشوف بيت مثالي بتحب أبوها بتحب جدها بتحب الأم لما الأطراف دي تتصارع الولد ده تمزق لأنه كأنك بتقول له لازم تبقى مع واحد مننا لازم تكره أبوك أو تكره جدك أو تكره أمك طبعا أنا بعمل إيه كده أنا بحطم عيالي بالطريقة دي لما الولاد يبقوا شاهدين على المأساة بتاعت الشكل ده معناه أنه أنا بطلع جيل ممزق تماما في كل اللخبطة نفسية وروحية وممكن يهلكوا بسبب اللي شافوه يبقى لازم نجنب الأطفال تماما مشاهدة هذه الصراعات ولازم يبقى عندنا وعي وحكمة أنه إحنا حتى لو اختلفنا ككبار بنحب بعض وبنحترم بعض من أجل كمان الأطفال اللي طلع دي ومش ممكن أصغر صورة حد قدام ولادي لأني لو عملت كده أنا صورتي أنا اللي بتصغر لأني مش واخد مش واخد بالي أن ده خطة أحمر لو راجل حب مختلف مع مراته فحب يهز صورة مراته قدام عياله هو مش فاهم هو أول واحد تهزت صورته قدام عياله لأن الطفل خلاص مرتبط بالأم فلو هذا الأب تصور أنه يعني بزكاءه عاوز يثبت للعيال أن الأم دي وحشة هو اللي تشطب عليه وهو اللي تكره إذن دي عدم حكم لأنه في الآخر بدون محبة الأطفال دول تطلع تكره كل الأطفال الأطراف ويمكن ده سبب من أسباب انحراف الشباب وسبب إلحاد الشباب كل الصراعات اللي شافوها من وسط الكبار إن كانوا أباء ولا جدود ولا كده في حال المشاكل أيضا المعايير الروحية مهمة من أهمها إيه؟ أن الفلوس تحت رجليك مش فوق رأسك لأنه أكتر من نص المشاكل بتبقى مرتبطة بالفلوس مشاكل عائلات أو مشاكل أزواج وزوجات وهنا مشكلة لابان ويعقوب كانت أساسها برضو فلوس لابان لا يعنيه كتير قوي بناته وعياله لابان راجل بتاع فلوس فلما يعقوب اختنى بقت المشكلة فيها غيرة وفيها مقارنة وفيها حقد اللي عاوز يحل صح يمسك في ربنا ويركن الفلوس على جنب يخسر فلوس بس ما يخسرش الناس لأنك لو خسرت الناس خسرت السماء خسرت ربنا الناس وربنا في كافة والفلوس والكرامة في كافة شوفها تختار ايه هتاخد ربنا تاخده بالناس بتوعه وتخسر تخسر فلوس وتخسر كرامة عاوز فلوس وعاوز كرامة خسرت الناس وخسرت ربنا شوف انت عاوز تختار ايه يبقى اللي عاوز يحل مشكلة لازم يفكر بطريقة روحية ويجي على نفسه ويقول الفلوس بزيادة الرب اعطى الرب اخس اللي يجيب يجيب تاني انما الناس مش هتتعوض والسماء ملهاش بديل وملهاش تمام للأسف في مشاكل زوجية مش قليلة والوقاية خير من العلاقة لو كانت المبادئ من الاول موجودة في صلاة في البيت في حب في احترام في مصرحة في صدق في تفاهم في تنازل في تواضع لو الحاجات دي موجودة لا يمكن بيتي تهز لكن افكار الدنيا هي اللي بتلخبط البيوت فيبقى البيت ده مسيحي ولا مش مسيحي هو شكله مسيحي لكن في جوهره فقد مبادئ المسيح وتعاليم المسيح ربنا يحمي بيوتنا من المشاكل ويدينا حكمة في التعامل مع اي مشكلة وإلى اللقاءات أخرى من برنامج كوفاتيشو الكتب لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى